بس بالغالبية، الغالبية الطاقة هون وهون طاقة نارية وطاقة مائية وطاقة هوائية، ممكن يكون أي برج تاني. عم شوف الشخص هاد واحد من الأسباب اللي مش عم تسمح له أنه يتقدم بالعلاقة أو بالتواصل بينكم إنه هو يمركز كثير على الهدف النهائي، أو يمركز كثير على الصورة الأكبر، لأنه ورق التحرك، فممكن هو عم يتحرك بسرعة وعم شوف أيضا طاقته نارية، فممكن حركته سريعة، ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه شخص متهور أو شخص مندفع باتخاذ قراراته، أيضا شخص حاد ممكن. يعني عم تحس إنه هو يحتاج بعض من التعاطف بشكل عام، تعاطف بالمشاعر، تعاطف بالعلاقة مع بعض، هو كثير أو هالشخص كثير بيركز على تحقيق أهدافه وطموحاته، يعني بيتقدم ليتقدم، وبطريقه ممكن يجرح أشخاص، أنت بتحس هيك. أيضا هالشخص ممكن يكون أنت أنضج منه عقليا أو فكيا، لأنه شخص بيتبع يعني اللي بيحس فيه من جوا، ما بيكون فيه عنده خطة واضحة مرسومة يمشي عليها. أيضا هالشخص من النوع اللي هو إذا اشتغل، ما فيه عنده الصبر، فيه عنده طاقة، لكن فيه عنده صعوبة بتوجيه الطاقة، لأنه كل ما بيجي يعني بيحاول يحط مجهور بإشي معين، إذا ما عاد عليه النتيجة اللي هو بده إياها بسرعة، هالشخص بيمل، و بيركز على إشياء صعب إنه تجذب تركيز هالشخص، أو تثبته في مطرح واحد، طاقته كتير فلكسبل، كتير هوائية كتير نارية، يعني بيتحرك كتير، بتحسوا بجميع المطارح، شوي هون، شوي هون، شوي هون، أما فيه عنده خط واضح يمشي عليك، أيضا عم شوفوا مش كتير متحمس لفكرة الحب، ممكن يكون هالشخص إجابة عروض حب، وهو عم يفكر بإشياء بالماضي، أو ممكن طبيعة العلاقة بينكم، هالشخص مركز كتير على علاقاته اللي فشلت بالماضي، ومش عم يركز على اللي بيمر فيه حالياً، يعني ممكن هو مش سامح لحاله إنه يفكر بطبيعة العلاقة بينكم، لأنه مركز كتير على الأمور اللي صارت بالماضي، فدائماً، كل ما بيفوت بعلاقة جديدة بالمستخدر، بيعود تفكيره إلى الماضي، فبيعني أوتوماتيكلي تلقائياً، بينغلق عاطفياً بأي علاقة جديدة، عم شوفه لكن، عم شوفك أنضج منه فكرياً، ممكن يكون في بينكم فرق بالسن، أيضاً، ممكن يكون هالشخص أصغر منك بكذا سنة أيضاً، طيب، شو ممكن واحدة من الأسباب اللي قدت إلى الخلل بينكم، أو كيف ممكن تفهم شو هي المشكلة بينكم لحتى تعرف تصلحها، أغلبكم هافية، أغلبكم ما في عندكم إيمان، وما في عندكم الثقة الكافية بالتواصل بينكم بالطرف الآخر، بالشريك الآخر لحتى تسمحوا إنه العلاقة تطور إلى الأمام، عم شوف الأغلب منكم، في عدو صعوبة إنه يثق بالعلاقة مئة بالمئة، أو يعطيها اهتمامه مئة بالمئة، أيضاً، عم شوف إنه في شخص بينكم هو متحكم أكتر بالأمور، أو في شخص يحب السلطة أكتر من الشخص الآخر، شخص يحب هو اللي يكون متحكم للأمور، واحدة من الأسباب اللي أدت إلى الخيانة بينكم، إنه في الطرف عم يحس إنه مظلوم، عم يحس إنه ما في توازن بالأخذ والعطاء، عم يحس إنه هو اللي عم يعطي أكتر من الشخص الآخر، طبيعة العلاقة بينكم نارية كتير، يعني أنتو في بينكم تجاذب كتير عالي، ولكن في شخص بيحب فرض السيطرة بالعلاقة، وبيحب هو اللي يكون متحكم، كنترول فيك الشخص اللي عم تتعامل معه، أو في طرف بينكم هو كنترول فيك، وبيحب التحكم كتير، طب نشوف خطوتك بالمستقبل، فينكس رايزنج، عم نشوف فينكس رايزنج هاي الكرت، بس توصل إلى نقطة الصفر، يعني بس توصل إلى الحضيد، هاي هي المرحلة اللي يعني ما عد فيه عندك، ما عد فيه يعني تنزل لتحت أكتر، أو تخرب عليك الأمور أكتر من هيك، فهاي هي فينكس رايزنج، اللي هي بتطلع أنت بتنطلق أو أمورك تتحسن من بعد مرور فترة عصيبة أو عصيرة كتير، يعني هاي ممكن الورقة تكون ما بتعادل بالتاروت، ما بتعادل الويلة فورتشن، أو عجلة الحض، عجلة المستقبل، فهاي هي اللي الشفت اللي راح تصير، أو الانتقال النقلة اللي راح تصير، فعم شوف بالمستقبل خطواتك القادمة راح يصير فيها عندك نقلة، بالذات من ناحية المشاعر، لأنه الكرتين هون عندي، ثو اف كوبس، ونايت اف كوبس، بعدين عندك تفول، يعني عم شوفك أكتر بالمستقبل راح تاخد الأمور بعفوية أكتر، مش راح تكون كتير جدي بالأمور، بالذات بما يخص العاطفة، يعني راح تحاول إنك تكون فليكسبل أو مرن أكتر، عم شوف أيضا فيه اشتياق راح يصير، بالمستقبل راح تشتاق إلى شخص معين، أو راح تشتاق إلى طبيعة التواصل بينك وبينها الشخص، عندك بالكروت المستقبل كتير أوراق قبس، فرح تكون، الأمور عندك من الناحية العاطفية راح تتغير كتير، أيضا عندك two of pentacles، فرح أنت بالمستقبل راح تنحط بموقف إنه لازم توازن بين شغلتين معينات، بين شيئين معينين، وممكن لازم توفق بين طبيعة هالعلاقة، يعني بين الشغل وبين العلاقة، فيه إشي راح تضطر إنك تحاول توازن وتوفق بينه، نشوف خطوات الحبيب في المستقبل، فهالشخص عم شوف إذا هو كان كتير كتوم، بالزات بناحية ما إنه يعبر عن مشاعه تجاهك، تجاه العلاقة، أو يكون صريح بإنه يحكي فعلا شو هو اللي بيحس فيه، عم شوفه أكتر رح يركز على هالإشي، أيضا عنده The Empress Card، هالشخصة أو هالإمرأة، إمرأة حنونة جدا، يعني فيه عندها تعاطف كبير، فعم شوف إنه هو بفترة الإنفصال للمنفصلين منكم، مثله كأنه رح يراجع أموره، لأنه أيضا عنده The Handman، The Handman الطاقة بتكون معلقة، والطاقة بتكون واقفة، ولكن بيصير مثل الدراسة للموضوع، أو بيصير مثل تحليل للموضوع، بفهم للفكرة، فهالشخص رح يحاول إنه بالمستقبل يفهم طبيعة العلاقة أكتر بينكم، طبيعة الطاقة بينكم أكتر، وأيضا عم شوفه، يعني رح يعمل Self Reflect، أو رح يشوف هو وين أخطأ بالعلاقة، شو كان دوره بأنه صعب العلاقة، أو صعب التواصل بينكم، هم شوفه أكتر رح يكون في عنده Sympathy، أو تعاطف مع الموضوع، أيضا من الناحية المادية، في عنده بدايات جديدة، أو من ناحية العلاقة بينكم، في بداية جديدة، هالشخص عم شوف إنه هو يفكر بالمستقبل، يحط مجهود أعلى، أيضا King of Cups، هيدا أكتر شخص ناضج، أو مشاعره العاطفية بتكون ناضجة، لأنه King يعني أعلى مركز أو أعلى مستوى، فعم شوفه من الناحية العاطفية، تقريبا من بعض منكم، رح يصير فيه التزام جدي، بهات ثلاث الكوت، رح يصير فيه ارتباط جدي، لأنه في عندك 10 of Cups، يعني فيه إشي مثل تكوين أسرة، مثل هالشخص عم يحلم بأسرة معاك، عم يحلم بتكوين مستقبل معاك، وأيضا عندك King of Cups، يعني هالشخص مشاعره العاطفية رح تنضج أكتر، في عندك هون الكروت السابقة، الكروت صغيرة، يعني The Full Card هو أول كرت، في بداية رحلة التاروت، فعم؟ طاقته الحالية عم شوفه، الحالية هي طاقة عفوية أكتر، طاقة فولية أكتر، ولكن بالمستقبل عم شوف إنه هو شخص، يعني رح يوصل إلى مرحلة من المنضوج، المنضوج العاطفي، أيضا هالكروت بيبين إنه في عنده بداية معك جديدة، وفيها نوع من الاستثمار، بشان هيك أنا بحكي لك إنه ممكن يكون ارتباط جدي، لأنه عندك Ace of Pentacles، يعني فيه طاقة أرضية فيها إشي من الاستثمار مجهود بها العلاقة، مجهود جدي بها العلاقة، يعني هالشخص فكرته معك في المستقبل رح تكون تفكير إلى المدى البعيد، مش فقط إلى المدى القريب أو شو اللي عم بيصير حاليا، لأنه هالشخص هون، أنا فول كارد، ما عنده أي حساب إلى المستقبل، بيعيش كل يوم بيومه، ولكن هون الطاقة في المستقبل عند هالشخص، عم شوف إنه هو ناضج أكتر، عم يفكر إلى المستقبل، بالنسبة لمستقبل العلاقة بينكم، أو الطاقة المشتركة بينكم في المستقبل، بدك تنتبه أنت وهالشخص من إنه ما تماطلوا في حل بعض الأمور، أو ما تأجلوا بعض الأمور، إذا فيه إشي عم أنت عم تحس فيه، صارح هالشخص، الأفضل إنه يصير فيه مسارحة بينك وبين هالشخص، أيضاً البعض منكم اللي عم يتأخر، أو عم يحاول يتجنب بعض الأمور بحل هالعلاقة، في عندك دويل أو فورتين، يعني فيه تدخل رح يصير قدري بإنه يغير الأمور، ويغير المسائل بينكم، في عندك أيضاً تن موفوانز، اكتمال كارما من نوعاً ما، اكتمال دائرة، فرح تفوت أنت وهالشخص بمرحلة جديدة، أو المرحلة القديمة اللي بينكم رح تسكروا عليها، فيه بينكم مرحلة جديدة رح تصير، في عندك إيس أوف كوبس، وفي عندك إيس أوف وانز، في عندك بالتأكيد بداية جديدة، تقريباً ثلاث الوراق، بداية جديدة، وأيضاً عندك إيت أوف وانز، تواصل سريع هون، فيه بينكم رح يصير تواصل سريع، للمنفصلين، أو أني مش عم يحكموا مع بعض، فيه بداية رح تكون من الناحية العاطفية، فيه بينكم رح يكون أيضاً، أو شغف كتير بالعلاقة، لأنه عم شوف أغلبكم بمرحلة انفصال مع هالشخص، ما كنت عم تحكي معه، فالتايم أوت أو الوقت المستقطع اللي أخدته، هو اللي سمح لإنك، وصبح لإنه إنه يفكر بالموضوع، يدرس الموضوع صح، وعم شوف إنه بالمستقبل هالشخص، يعني رقم نتوصل إلى استنتاج إنه هو بيته، بالفعل أنتو تعقدكم بالمستقبل بيتكم، بالفعل إنه تكونوا مع بعض، فيه عندك بداية جديدة، وفيه عندك أيضاً تواصل سريع، فيه عندك أيضاً تغيرات مفاجأة رح تصير، فيه عندك دورة جديدة رح تصير بحياتك، تغيرات مفاجأة أو تغيرات سريعة، فما تحاول إنه تبطئ الأمور، إذا أنت بمرحلة عم تحس، أو إذا هالشخص قدم لإلك عرض عاطفي، وإنت عم تحاول إنه يعني تاخد وقتك في حل الأمور، أو عم تحاول إنه تماطل في الأمور، إنك بتعرف شو اللي أنت بتريده، أنا بنسحك يعني تتخذ قرار أسرع من هيك، فقط إذا أنت بتعرف شو اللي بتريده، لإنه عم شوف، كرة النصيحة هون بيحكي لك لا تتأخر في حل الأمور، لا تتأخر في المسارحة، أو بيحي الله، لكل شخص بيكون الوضع مختلف، فهمت علي؟ فأنت بتفهم شو هو الموضوع اللي أنت عم تماطل فيه حاليا، وحاول إنك ما تتأخر، حاول إنك تاخد خطوة، لأنه في عندك بدايات جديدة، وفي عندك تواصل سريع، بيجوز أنت اللي عم تعرقل هالتواصل، بيجوز هالشخص بده البداية الجديدة، وإنت اللي متردد، أو عم تتأخر في أخذ القرار، أوكي، حباي بورش العقرب، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها، وإذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك، وكومنت شير وسبسكرايب، إن شاء الله رفتكم.